السلام عليكم و مرحبا بكم مع اياه في فيديو جديد ان شاء الله كامل تكونوا بخير واسبتنا نهار اليوم هي قراطن بالجاج و بطاطا بسلسة بيضة بزاف بلنا مباشرة نروحوا نشوفوا المقادير و طريقات التحضير عندي نصص در انتع الجاج قطعته مربعة صغر و نزيد عليه الملح و فلفل لكحل و فلفل لحمر حار و نزيد عليهم حوالي نصف مغرف كبيرة ام لا موتارد اذا كان متوفر نخلط هذا الجاج و التوابل و الموتارد و مباشرة ندي نقليهم في مقادرة شوية زيت و ننفرغ عليها ذاك الجاج نخلي الجاج حتى ان يتبدل اللون متاعه و يدخله شوية طياب هنا نزيد عليه بصلة متوسطة الحجم قطعتها مربعات صغر نخلي هذيك البصلة تذبال تماما و الجاج يكمل طيابه بعد ما يطيب الجاج تماما و هذيك البصلة ثاني تذبال و الطيب نزيد عليهم نصف علبة من الكريمة الطازشة و لا كرام فراش خلط هذيك الكريمة مع الجاج اذا حبيتوا القراطة نتاعكم متجيكمش نشفه بزاف يعني الكريمة متنشفوهاش بزاف في المقلة و اذا حبيتوها تجيكم نشفه نشفو هذيك الكريمة ثاني مع الجاج نحن نكتفي بهذا القدرنتال الكريمة ما ما نحبهاش جيني نشفه نخلي فيها شوية هذيك السوس و نطفي عليها منجي هنا كانوا عندي ثلاثة حبات بطاطم توسطين الحجم قطعتهم بدوائر و قليتهم و دور كانوا نوجد هذيك السلسل اللي ندروها في القراطة عندي بيضة كاملة نزيد عليها سنن تعثوم صغيرة نزيد عليها شوية مع دنوس ولا خصبر و نزيد عليها نص العلبة انتع الكريمة الطازجة نزيد شوية ملح و فلفل لكحل و شوية فلفل لحمر حاضي نخلط هذيك الكريمة مع البيض و المعدنوس و اذا جتكم الكريمة نتعكم و للسلسف و نجتكم شوية ثقيلة تقدروا تزيدوا لها شوية حليب اما بالنسبة فش رح ندير القراطة انا رح ندير في هذي المول اللي يتفتحوا هنا عندي البطاطا بعد ما قليتها هذو كان نجي نشكل هذيك الطبقة انتع الكيش بالبطاطا رح ندير هذوك الدوائر انتع البطاطا يعني من الاحسن نشوفوا الحبات انتع البطاطا اللي يكونوا كامل كيف كيف و للدوائر اللي يكونوا كامل كيف كيف ديرهم في الحاشية انتع المول رح ندير بهذا الشكل يعني واحدة فوق واحدة شوية حكذا باش البطاطا تبقى لسقاء في بعضها حكذا حتنكمل الحاشية انتع المول بهذا الشكل و ذرك ندير هذيك الطبقة تحتها انتع المول ثانيا نعمرها بالبطاطا بالنسبة للشكل انتع البطاطا عفوا ان الشكل تعلقرات تنديرو كما احبيته مثلا انا رح ندير طبقات تحت البطاطا والطبقة انتع الجيش فوق يعني لكم الاختيار فضلت لي هنا شوية بطاطا زدرتها الحاشية انتع المول ثو ندير هذيك السلسة انتع الكريمة والبيض نقسم الكمية اعلى الزوج ندير نصف ذركة فوق البطاطا و نصف فوق الجيش كما قلت لكم نعبد لكم القراتنا هذي راي مجيش نشفها بزاف نشفو هذو السوائل ما تكثروش في الكريمة مع الجاج و ما تكثروش تاني في السلسة البيضة اللي درناها و تخلوها تطول في الفور هكذا راح تجيكم نشفة اما اذا ما حبيتها تجيكم نشفة ديرو بنفس الطريقة اللي درت انا هنا بعد ما درت الجاج و ضغطت علي هذك شوية بش يحكم الشكل انتع المول نزيد نفرغ هذيك النصف الكمية انتع السلسة البيضة في الوقت هذا انا راني مشعل الفور على مية وسبعين دارجة مشعل عليهم الفوق و من تحت ندير البلاي نشوف برك شوية راح كلش طيب اما بالنسبة في الفيديو السابق تع سمك الدوراد ساقسيتوني وش من نوعية انتع الفورماج اللي درتها انا هذا هو الفورماج اللي نخدم به جيد ذوق انتعو شوية كيما فورماج قودا واللي رام في تركيا رام يعرفوا هذا الفورماج واسمه كاشار بينر هنا هنا بعد القراطة ما حكمت روحها شوية خرجتها ودرت عليها كمية من الفورماج للفوق و عود دخلتها للفرن طفيت التحت وشعلت الفوق برك بها يضوب هذك الفورماج و يدي اللون الذهبي بعد ما خرجتها دي موليتها عادي لانه البطاطا راهي مقلية يعني راهي فيها الزيت و راح تتنحلكم المول سهل زي انتهب شوية مع دنوس وشرائح انتع ليمون ونراكم تشوفوا البطاطا تقعد حكمر وحافذك الحاشية انتع المول ماهيش راح تتفتح لكم مرة انا اهنا بعد ما قسمتها راح نوريكم القوام انتع القراطة كيما قلت لكم راهي مجيكم ش نشفة بزاف واذا حبيتو تجيكم القراطة نتعكم نشفة نقصوا من هذك السوائل يعني هذك الكريمة اللي درناها في البطاطا وفي هذيك السلساء البيضة هذي هي وصفتنا لنهار اليوم اتمنى ان شاء الله تعجبكم لما بقالي غي نقول لكم انتظروني في فيديو لاحق ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة